السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عمني ايه? اتمنى رابطكم بخير وسعادة. اشتري موبايل ايه من اربع تلاف جنيه لخمس تلاف جنيه في الموبايلات اللي هتنزل الفترة الجاية دي. خصوصا شهر اربعة. ده اللي هنعرف في الفيديو النهاردة ان شاء الله مع تلات موبايلات. هنقارن بينهم باسلوب بسيط كده. ودول افضل تلات موبايلات في الفئة من اربع تلاف لخمس تلاف جنيه الفترة اللي جاية دي. والموبايلات ده ان شاء الله في شهر اربعة اللي جاي ده. ايه هما الموبايلات دي? الريلمي ايت والايت برو والبوكو اكس سري برو. تمام. طيب لو جينا اتكلم على المعالج بتاع كل موبايل فهنا هنلاقي الريلمي ايت جاي بالهليو جي خمسة وتسعين. تمام? اما الهليو اما قصدي الريلمي ايت برو فهو جاي بالسناب درجون سبعمائة وعشرين جي. اما البوكو اكس سري برو فهو جاي بسناب درجون تمنمائة وستين. وده معالج خرافي جدا بيجي في موبايلات بضعف الموبايل ده حرفيا. يعني المعالج ده معالج رائد بيجي في موبايلات بضعف سعر الموبايل ده. اللي هو موبايل البوكو اكس سري برو. فدي نقطة التفوق ليه تحصل ليه جدا اللي هو البوكو اكس سري. كده كمعالج عرفنا ده افضل موبايل في الفئة الاربع تلاف الخمس تلاف جنيه كمعالج. وحرفيا النقطة ده الوحدهات خليكتوا راح تشتري موبايل من غير ما تفكر اصلا. تمام? لان المعالج ده مش هتلاقي في موبايلات بالفئة دي في الفئة دي خالص. لو جينا نتكلم على التصميم. فالموبايلات كل لها جاي بتصميم بلاستيكي. مفهومش حاجة برو ميوم خالص كلهم بتصميم بلاستيكي طبعا متين. زي اللي بيطلع الايام دي عادي ما فيش اي مشاكل. ولكن البوكو اكس سري مكاوم لقطرات المياه. وخلي بالك من القطرات المياه دي يعني مش بتنزل بيه المياه لأ قطرات المياه. الرصاص بتاع المياه يعني. لو جينا برضو هنا نتكلم عن الشاشة فلنهنلاقي الريني ايت والايت برو جايين بشاشة سوبر اموليد ومع فهمش معدل تحديث. دي طبعا نقطة قوة ان هم جايين بالسوبر اموليد ولكن معدل بتحديث كل الموبايلات اعتقد واقدر الاتجاه ده للفترة دي ان هي بتنزل معدل تحديث في الشاشة لان ده بيتفرق فعلا في التعامل على الموبايل. لو جينا بقى نبص على البوكو اكس سري برو فهنلاقي هنلاقي جاي بشاشة عادية يعني السوبر اموليدا حسن منها ولكن الموبايل ده جاي بمعدل تحديث مية وعشرين وتقدر كمان تتنقل بين التحديثات دي من خمسين لستين لتسعين لمية وعشرين هرتز تقدر تتنقل بينهم وتشتغل على اي حاجة فيهم. انت اللي بتختار بايدك. فهنبص نلاقي الشاشات مميزة في الرلمي اكتر من البوكو فون كنوعية. انما كمعدل تحديث طبعا في البوكو فون في تميز معدل تحديث مية وعشرين هرتز وده بيساعدك طبعا في الضغطات او اللمسات بتاعت الشاشة بيبقى الاستجابة فيها اكتر. ولو انت بتلعبوا كده بيبقى معدل التحديث لك احسن. فانت اختار لو عايز مثلا حاجة مش فرع معك الشاشة سوبر اموليد وعايز معدل التحديث يبقى البوكو فون احسن البوكو قصد اكس سري برو احسن. لو عايز السوبر اموليد وجودة بقى اه الوان وكونترست وتشبع الوان. لأ هتتجه ليه او الايد برو. تمام? لو جينا بقى هنا نتكلم على البطارية فالبطارية هنا بتاعة جاية خمس تلاف ميلي امبير وبتدعم شاحن سريع بقدرة تلاتين وط. طبعا ده الايد اما الايد برو فهو جاي بقدرة شاحن او بطارية اربعة تلاف ونص امبير ولكن الشاحن السريع بتاعها خمسين وط اعلى من الريلمي ايد. وده طبعا احسن في الاستعمال اعتقد ان هو هيشحن موبايل بتاعك في حدود ساعة. الاربعة تلاف ونص هي هي الخمس تلاف الفارق بينهم الشاسع وهتقدم عكي اليوم سواء في الموبايل ده او الموبايل ده. سواء الريلمي ايد او الايد برو. ولكن الموبايل اللي هيشحن اسرع فيهم هو الايد برو. لانه قدرة الشاحن فيه اعلى. تمام? اما بقى البطارية بتاعة البوكو اكس سري برو فهو جاي ببطارية خمس تلاف مية وستين امبير وجاي بقدرة شاحن تلاتة وتلاتين واط. وده طبعا رقم حلو جدا وقدرة او قصدي المساعة بتاعة البطارية كبيرة جدا وهيشحن لك الموبايل تقريبا بالكامل في حدود تسعة وخمسين دقيقة او ساعة بالكتير. تمام? طبعا المقارنة في صالح البوكو اكس سري برو وده طبعا هيخليك تقول انا هشتري الموبايل ده عن الموبايلين التانية وهو فعلا احسن من الموبايلين التانية. واللي هزبت لك ده كمان هي الاسعار. الاسعار بقى جاي باربع تلاف ومتين جنيه. هينزل السوق المصري في شهر اربعة ان شاء الله. اربع تلاف ومتين جنيه. اما الايد برو فهو هينزل في حدود خمس تلاف جنيه. وهينزل برضو في شهر اربعة. اما البوكو اكس سري برو اللي اعتقد الكل فيكو هيشتريه بعد الفيديو ده. جاي او هيبقى هينزل بنسخة اربعة تلاف وربعمائة جنيه. ليه المية وتمانية وعشرين جيجا مع الستة جيجا رقم. وخمس تلاف وتلتمية جنيه مع المتين ستة وخمسين جيجا والتمانية جيجا رقم. وبردو هينزل في شهر اربعة اللي جاي. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي فرق السعر مش كبير خالص. ولكن كله في مصلحة البوكو اكس سري برو. فانا برشح لكوة لو انت عايز فعلا الموبايل. ممتاز كاداء كتصميم. اه التصميم بتاعه مش حلو قوي يعني مش برميام مش زجاجي ولكن اه كان لازم يضحه عشان يطلعو لك موبايل بالشكل ده. بقى انت عندك هنا معالج رائد وده النقطة الاساسية ونقطة كوة الموبايل ده. ده غير كمان الموبايل ده جاي بسماعات ستيريو. يعني انت هتستمتع بتجربة مشاهدة ممتازة جدا. عندك كمان بطارية كبيرة خمس تلاف نية وستين امبير. تشحم في ساعة. عندك سماعات ستيريو. عندك اه الشاشة معدلة لتحديث فيها بيوصل لمية وعشرين هرتز. فانت حرفيا حرفيا لو انت فعلا ناوي تشتري الفترة اللي جادة موبايل من اربعة تلاف لخمس تلاف جنيه. فانت تروح وبقوة للبوكو اكس سري برو. لانه فعلا بيتفوق على الريلمي ايت والريلمي ايت برو واعتقد بيتفوق على موبايلات كتير في الفئة دي. دول افضل ثلاث موبايلات اصلا في الفئة السعرية دي في شهر اربعة هينزله ان شاء الله مصر. فده الفيديو بتاع النهاردة. لو انت فعلا عايز تشتري موبايل واستفدت من الفيديو ده. ما تنساش تشترك معاه في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد واهم حاجة اهم حاجة انا عايز لايك على الفيديو ده لانه فعلا بيفيدني جدا جدا جدا. بس ده الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكونوا عجبكو. ولو انتو عندكم مسلا اي احد عنده اي مسلا اه مع اي استفسار او عايز استفسار عن حاجة او كده سبلي تحت في الكومنتات. وشوفوا برضو انت عايزين مراجعتها عن موبايلات ايه. وحطوا لي برضو تحت في الكومنتات. وانا ان شاء الله هقرأ الكومنتات كلها. و اه هعمل لكم او هرد عليكم حتى لو حد عنده مسلا اه عنده سوهير عايز عايز حد يجابه عليهو كده ان شاء الله هرد عليه في الكومنتات. ولو حد عايز يعايز مثلا عايزنا رجع موبايل واسوب هدى. ان شاء الله. يكتب في الكومنتات وانا ان شاء الله هراجع لو. ان شاء الله. بس ده الفيديو بتاع النهاردة اشوفكم على خير و في رعاية الله. ان شاء الله. du прив waist. ترجمة نانسي قنقر